مؤسسة الدرر الثانية مؤسسة علمية وقفية هدفها بناء أكبر قاعدة بيانات إلكترونية موثقة للموسوعات العلمية وتيسير الوصول إليها عن طريق التقنيات الحديثة زار المؤسسة وأشاد بها عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية وفي مقدمتهم سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يحتوي موقع الدرر الثانية على عدة موسوعات علمية مميزة وهي موسوعة التفسير الموسوعة الحديثية الموسوعة العقدية موسوعة الملل والأديان موسوعة الفرق المنتسبة إلى الإسلام موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة الموسوعة الفقهية موسوعة الأخلاق الموسوعة التاريخية الموسوعة اللغوية ولتسهيل الوصول إلى المحتوى العلمي المميز، أنتجت المؤسسة عدة تطبيقات على نظامي الـ iOS والأندرويد، وهي تطبيق الموسوعة الحديثية، تطبيق فقه العبادات، تطبيق فقه الأسرة، تطبيق فقه اللباس والزينة، تطبيق موسوعة الأخلاق، تطبيق الموسوعة التاريخية. كما أن للمؤسسة حضوراً واسعاً ونشطاً في مجال الإعلام الإلكتروني عبر حسابات متنوعة في عدة منصات. وفي العام الهجري 1443 هجرية، حظي موقع الدرر السنية بتفاعل وانتشار واسع والحمد لله. أكثر من 70 مليون زيارة من 229 دولة و26 ألف مدينة، أكثر من 200 مليون عملية بحث. تصفح أكثر من 110 ملايين صفحة من صفحات الموقع، ووصل عدد مرات التحميل لتطبيقات الجوال إلى أكثر من 3 ملايين مرة. ومن أبرز إنجازات المؤسسة في عام 1443 هجرية، إطلاق موقع الدرر السنية بحلته الجديدة، إطلاق خدمة الأحاديث المشابهة وخدمة الصحيح البديل في الموسوعة الحديثية، إنهاء 50% من فقه المعاملات المالية ضمن الموسوعة الفقهية، إطلاق الإصدار الجديد من الموسوعة العقدية، إنهاء موسوعة اللغة العربية، وستطلق قريبا إن شاء الله. إطلاق الإصدار الثاني من معلمة الدرر، إطلاق تطبيق الموسوعة التاريخية، نشر تسعة مقاطع فيديو التعليمية لنشر محتوى الموقع، إضافة عدة مواد علمية مترجمة إلى منصة الدرر السنية باللغة الإنجليزية، منها ترجمة المعنى الإجمالي لكامل آيات القرآن الكريم، ترجمة الجزء الثاني من ملخص الموسوعة العقدية، ترجمة ألف ومائتين وخمسين حديثاً من الموسوعة الحديثية مع شروحها. اشتركوا في القناة